وَأَسْتَعِينُ اللَّهَ فِي أَلْفِيَّةِ مَقَاصِدٌ نَحْوِ بِهَا مَحْوِيَّةِ بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم قال ابن مالك رحمه الله تعالى في أول باب ظن وأخواتها انصب بفعل القلب جزء يبتدى أعني رأى خالى علمت وجدى ظن حسبت وزعمت مع عد حجى درى وجعل اللذك اعتقد وهبت علم ونقف ها هنا لأن تكملة البيت والتي كصيرى هذا في أفعال التحويل والتصير هذه الأفعال يقال عنها أفعال القلوب لأن لها في الغالب علاقة بالقلب فهي من المواجيد وجدانية فتنصب مفعولين ونسب الفعل ها هنا إلى القلب أو أضافه إلى القلب فقال انصب بفعل القلب جزء يبتدى أعني رأى خالى علمت وجدى هذه الأفعال إذا دخلت على المتدأ والخبر دخلت على الجزءين فإنها تنصبهما ثم ذكر بعد ذلك ماذا تعني هل كل فعل قلبي ينصب لا ولكن لا بد من تعدادها ومن بيانها فذكرها فقال أعني رأى رأى رأيت زيدا عالما رأيت على معنى علمت يعني رأيت الله أكبر كل شيء محاولة وأكثرهم جنودا رأيت الله أكبر كل شيء محاولة وخال خلت الهلال لائحة أيضا أنت أنه لائح خلت هذا فعل وفاعل والهلال المفعول الأول ولائحة هو المفعول الثاني علمت كذلك فإن علمتموهن مؤمنات وجد أيضا هذا سهل وجدت زيدا عالما ظن ظننت زيدا عالما حسب حسبت زيدا عالما وزعم أيضا كذلك ومن شواهده زعمتني شيخا ولست بشيخ إنما الشيخ من يدب دبيبا ولهذا في اللغة العربية الشيخ من جاوز الخمسين وقيل من جاوز الواحدة والخمسين وقد بالغ هذا الشاعر حينما قال إنما الشيخ من يدب دبيبا فقد لا يدب إلا بعد التسعين وكذلك عدتك فطنا كيسا مثلا وحجى كقول الشاعر قد كنت أحجو أبا عمر أخا ثقة ودرى أيضا دريتك عالما وجعل الذي كعتقد هو قال وجعل الذي كعتقد حتى يتزن البيت والذ لغة في الذي لماذا قال جعل الذي كعتقد لأن جعل في اللغة العربية تأتي بمعنى خلق فلا تتعدى إلا إلى مفعول واحد كقوله تعالى وجعل الظلمات والنور وهناك جعل بمعنى صير هذه ستأتي فيما بعد وهناك جعل التي هي بمعنى الشروع هذه ليس لها مفعول يعني ليست متعدية أصلا كأن تقول جعل فلان يتكلم وجعل يهدي فهي أربع وكلها في القرآن إلا جعل التي بمعنى الشروع الرابعة هي هذه التي بمعنى اعتقد قوله تعالى وجعل الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أي واعتقد الملائكة الذين هم عند الرحمن إناثا في كراءة عند الرحمن هناك كراءة عباد الرحمن وكراءة عند الرحمن ثم قال وهب تعلم أي وهب وتعلم هذان الفعلان أيضا ينصبان الجزئين فتقول هبني مخطئا يعني افرض أنني مخطئ هبني مخطئا أو غالطا أو غافلا ألست ببشر هبني مخطئا تعلم كقول الشاعر تعلم شفاء النفسي قهر عدوها تعلم شفاء النفسي قهر عدوها وتعلمها هنا بمعنى اعلم وليس من التعلم الذي ربما يتبادر يتبادر الذهن إليه ولكن هنا تعلم بمعنى اعلم نقف في هذا الموضع لأن الكلام الذي بعده هو كلام عن مسألة جديدة مشابهة في العمل ولكنها في المعنى مختلفة هذا وإلى اللقاءة إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر